نتحول إلى العاصمة الألمانية برلين لنتابع جانبا من كلمة المفوض العامل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونر وفليب لازاريني في هذه الكلمة التي يتحدث فيها عن حجم المآسي وترد الأوضاع الإنسانية والإغاثية والمعيشية في قطاع غزة كما نتابع ما يقوله بأن نحو 70% من البناء التحتية في قطاع غزة دمرت وأن نحو 200 موظف من العاملين في قطاع الإغاثة الإنسانية التابعين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة يقولوا أن الوضع في قطاع غزة إذا كان مروعا بصورة عامة والحياة في سبلها تقريبا تبدو مستحيلة فإنه بالنسبة للعاملين الإغاثيين الوضع مروع وإن حجم الدمار غير مسبوق غني عن البيان أن قطاعا واسعا ليس فقط من المرافق والمباني التي تشكل جانبا من المقارات الإدارية لوكالة الغوث في قطاع غزة على وجه الخصوص كانت قد دمرت واستهدفت بصورة بدت ممنهجة منذ أن شنت إسرائيل عدوانها على القطاع بل إن الأمر ذهب لما هو أبعد من ذلك بأن اتهمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الوكالة بأنها تؤوي بعض الفاعلين في فصائل المقاومة الفلسطينية وربما اتخذت معها بعض الدول على خلفية هذا الزعم الإسرائيلي قرارا بتعليق تمويل أنشطة الوكالة لكن الأمر ذهب لما هو أبعد من ذلك عبر استهداف حتى المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين والتي تحولت كما هو معلوم إلى مقار إنسانية تؤوي مئات النازحين وفي بعض الأحيان كانت تؤوي آلاف النازحين عشرات المدارس والمقار التابعة للوكالة التي جرى استهدافها بصورة بدت عمدية وربما حتى أتت من واقع بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي لأنه بالفعل استهدف هذه المدارس واستهدف بعض أماكن الصلاة داخل هذه المدارس بينما كان النازحون يؤدون صلواتهم في تلك المقار الواقع الإنساني يبدو صعبا للغاية كما يقوله فليب لازاريني وكما قاله مسؤولون أمميون في مؤسسات ومنظمات إغاثية وإنسانية عدا عما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من الحيلولة دون وصول أي شيء من المساعدات الإنسانية والإغاثية كما يقول حتى مفوض الوكالة فليب لازاريني في هذه الكلمة بأن تقريبا ما يمكن الحياة عليه في قطاع غزة لا يصل إلى نحو 10 إلى 11 بالمئة من المساحة الإجمالية الزهيدة والمحدودة للغاية أصلا في قطاع غزة والمقدرة بنحو 360 كيلو مترا الشطر الأعظم من قطاع غزة بما يزيد على نحو 90 بالمئة أصبحت مناطق تطالب قوات الاحتلال الإسرائيلي بضرورة إخلائها وعدم إتاحة العيش فيها وعدى عن أن المناطق أصلا التي يخصصها جيش الاحتلال لما يصفها بمناطق العمليات الإنسانية كمواصي خان يونس كانت مسرحا لمجازر دامية ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه إذن كلمة فليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونر ولا تزال حتى هذه اللحظة قد يكون لنا عودة معها خلال دقاءة هناك شيئ ساحة لكن بعد أن هناك شيئ ساحة لتبع لديه جنودный процесс يرغب إلى المهتمة لأشهد الكتابي